منها خطر طبعا خطر 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 وتكرار الفترة اللي احنا بيقولنا عليها قبل كده استمرار المسألة يمكن نادي الاهلي لما خد الكابتن محمود الخطيب قرار و لما عندما شعر خلاص بانه ما فيش فرصة في مسابة الدولي خلاص منح الفريق راحة الراحة دي هي اللي بدت الفريق اللي وصل للمنصات التدويق خمس بطولات وعمل موسم و من الراحة دي النفس لغاية النهاردة لغاية الماتشين اللي جايين بعد كده يبقى انت كده بتخلص خالص وهو الف تصريح قبل كده محدش يطلب مني حاجة لو احنا كان منا و لحمنا الموسم في التاني هش يطلب مني حاجة الموسم جايليه بقى انت هيبقى عندك اولا كالسوبر ماشي وفتكر البداية بتاعك كالسوبر و معها السوبر ليج الافريقي خلاص فتكر البداية وديني الجمهور عمل رد فعل ازاي بعدها هيبقى عندك الانتر كونتين انتر بعدها عندك انطلاق الموسم الجديد دول مفروض لسه غير دولاتي احنا بندور هانطلاق كمتا ما نعرفش ان شاء الله خير عندك ان شاء الله خير عندك المنتخب وداخل على التصفيات الفاينال النهائية سواء بداية تصفيات امم افريقيا في المغرب او الاقتراب من تصفيات كأس العالم بتحديد الملامح وشكل المجموعة وفرصنا ايه لما انت تضرب دولة في خلاط يبقى تطلع لاعب ايه خلاط اه هو خلاط هو اللعيب اللي بتضرب في الخلاط اهم انا بقول لك وقت ما هو دولو كلهم بتحطوهم اللعيب هتطع ايه ما عندكش محصلة ده ايه كله تأثير سلبي على المشهد تيجي بقى تقول لي ايه اصلا انا عاوز مسابقة اصلا انا عاوز نظام اصلا انا عاوز جذب طبي حبيب دم من فين عشان كده قلني يا جماعة كان من وجهة النظر والافضل وكان الاندية اللي يكون عندها صوت من العق بداية من الموسم الانتهاء ده كان لازم بقى موسم استثنائي موسم اتنين قعدة عشان ااخد نفس ايه انت مش تقدر تمنع الاندية الكبيرة انها تشاكل في البطولات اللي بتدي مقابل صحيح لما انت تيجي تقول لي انا هدي لبطل مسابقة الدولي مية وخمسين تلتمية مليون جنيه لفاص بالبطول في الاخر ده انا اقول لك ايه خلاص انا مش اشتغل في الدولي انا لا عايز سوبر ليجو لكن لما جي انا في الاخر يا كريم ملقاش المقابل سوى ان انا بسوق بتتم تسوق مباراتي وعود الرعاية طيب انا عاوز اجيب عاوز اجود عاوز ارفع المستوى بدور على اللعب انت شايف المشهد عامل ازاي وشايف المشهد بتاعنا وشايف النتاج اللي انت شايفه ايه قلة المواهب واضحة اختفاء اللعب المهنا ناس بتدور على نجم شباك عشان ايه اروح اتفرج عليه عاوز اروح اتستنتع معتش عملة اصبحت ندرة الناتج واللي طالع من تحت مش ميديك الامل انك تتقول بكرة طيب عامل محمود انا معناش للمقاطعة حضرتك وانا وكل الناس والناس في الشارع والقائبة الكورة والمدربين والاجهزة الفنية وادارة الاندية كل الناس شايف حجم المأساة اللي احنا عايشنا المنظم بقى اللي ده كله المسؤول عن الكورة هوا مش شايف اضرار ده ولا ولا احنا بس نشايفين انا اعتقد انه شايف شايف طيب وليه مسر مش عارف انا مش فاهم انا مش فاهم يعني انت لسه الاخبار في البداية يعني تلعب يعني الكهاز بعد بكرة اه يعني لاب امانة يعني خليني منطق انت وشفت مثلا الاندية وهي مكملة اللعبية مش قادرة يعني ايه فما بالك مثلا فريق بحجم الاهلي بادئ وداخل داخل في سبعين مباراة اعتقد خلاص يعني انت مع تكملة وكملنا كهاز عبخش ده شيء قاتل هتقول يا شباب اللقطة بتاعت حسين الشحات ومارسي الكولة النهارده بعد نهاية المباراة بيفراجوا على مطش بيراميز عايزين مباراة يخستعادوا عايز اخلص هو كي كده عارف انه هياخد الدولي بس عايز اخلص اه طيب ما هو تقم عايز ارعيح انا عايز اخد اجازة بحتاج نقطة عايز اخلص الحد ده فانا عاود اقول لك ايو عاود بكده عايز اخد القرار يدي ايه للعناصر وهو نفس ياخد اجازة هو نفسه محتاج اجازة ومحتاج راحة وعلى فكرة يعني بطولة الكاس محتاجة قرار وموقف من ادارة الناد الاهل ايه بقى يتضحي بطولة يتضحي بموسم اه ايه انت عايز الاهل يضحي بالكاس اه طب انا شايف انا مو جي تنظري اه اه يضحي بايه اللي هو ما يشاركش فيه لا مش بقى سيركش فيه لا ألعب ألعب عندي بدايل عندي ناس عاوز اشوفها تفرج عليها ناس تكمل اه 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 الاساسين عناصر سير الفرقة اريح لكن ايه هيبقى شيء ملعب يعني ايه بالنسبة لك لانا زي بقولك ايه بص على بداية الموسم اللي جاي عامل ايه ايه انت اولا حتى انت مش عارف شكل بصفة بقى عامل ازاي كفيك في كلام وخبر ودقاء الرسمي انه بقى فيه اجتماع ما بين الرقاء الرابطة ورؤساء الان دي الثمانتاشر في نهاية شهر يقول له سمعنا عنو حاجة في نتيجة حصل الاجتماع لا محدد شهر صحيح انت كمان تنساش انك انت هتبقى داخل علي ايه مصري الانتخابات ام بعد نهاية صفارة النهاية في عشرة ثمانية اه للأولمبياد هيبدأ بقى كله بقى يبدأ يردت بيه اذا لم يتم يا كريم بامانة شديدة والله بامانة اذا لم يتم يعاد الترتيب البيت من الداخل ونعمل نظام يعني عاوز اقولك موسم السلسنية بلاش الكلام بتاع المدربين اللي احنا مش هنقبل لا انت هتقبل هتقبل عشان صالح المسابقة وتقبل عشان صالح المنتخب وعشان صالح المنتخبات لا انت هتقدر تقول للأهلي ولا للزمالك ولا للمصري ولا البرامنز لا ما تلعبش ولا تنفرق ولا تقدر تقول للأهلي ما تلعبش ولا انت الكنتينيدي ولا تقول للأهلي مطرف مش هنزامات لعبش السوبر لا اجل وقال لا انت محتاج تعمل تاخد نفس تفكر وانا انت مفوت تعاقبني يعني مثلا لو انا الاهلي ما تجيش تقول لي ايه لا معلش بقى انت هتلعب مباريات كل 3 ايام عشان انت بتوحش تشارك في البطولات دي اه وما شاركش فيها ليه بطولات دولية ومهمة ورسمية مش مشارك في البطولات دولية اه لا لا بطولات دولية ولها مقابل اه ولانت شايف اديك ايه يعني بص بالدليل انه الكاف عدل معد امم افريقيا لصالح منديال الهندية وعندك الوضع اللي انت شايف يعني عاوز اقولك ايه لابد من البحث عن مخرج اه لحماية المسمي جاي وحمايته من ايه حمايته من الفشل وحمايته من تكرار صحية العبارات اللي احنا بص زهقنا منها اه وده اصلا بيتأجله وده في الاخلام بتبسي كورا وقالا بتلقى وكله بتأجله ايوه هي دي بقى انو كله بتأجله وكله مبسوط وبيتدلع